هذه أبرز العناوينة الدولي المغربين في أكراد يطمئن وليد الرجرقي قبل إعلانه عن لائحة المنتخب استعدادا لمواجهة إفريقيا الموسطى الدولي المغربي حاكم زياج يحصم رسميا في قارى خروجه من ناد غرطة صرايا التركي ويفاجع الجميع نجم المنتخب المغربي عبدالحميد الصابيرية يعد رسميا تعاقده مع هذا النادي الإماراتي بصفقة كبيرة أشرف حكيمي يثني على مدربه لويس إنريكي ويفاجع الجميع بما قاله عنها قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل جرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب استعاد الدولي المغربي نيف أكراد توازنه في مباراة أول أمس السبت عندما ساهم في انتصار فريقه ريا سوسيدادا الإسبانية على ضيفه فالنسيا بثلاثة نظيفة ضمن منافسة الجولة الثامنة بالدورية الإسبانية لكرة القدم أظهر نيف أكراد مستوى تقنيا عاليا في مركز قلب الدفاع كما تقمس أكثر من دور من خلال مساهمته المتكررة في هذا الخط الهجوم بكورات في العمق وتزديد بشكل مباشر على مرمى فالنسيا فضلا عن مشاركته في كورات التابتة لتشكيلة الكتافة العديدة على دفاع الفريق الضيف حصل اللاعب المغربي نيف أكراد على تنقيط 7.2 في رابع اختيارات له مع ريا سوسيدادا على الرغم من كونه حديث العهد مع نادي الإسبانية وغيابه على الفترة التحضير الأولية التي تسبق انطلاقة الموسمة الكروية الجديدة وحامت الشكوك في الأواني الأخيرة حول جهيزية نيف أكراد بعد تغيير الذي قام به على مستوى النالي من حيث وعارته من فريق ويستهم الإجليزي إلى ريا سوسيدادا الإسباني إلا أنه استطاع بفضل عقليته الاحترافية العودة زريعا إلى تباري وكسب اخترام الجماهير الباسيكية كشفت التقارير الصحفية الإعلامية التركية عن توتر شديد في العلاقة الدولية المغرب بحاكم زياش بمدرب فريقه غرط صرير تركي وكانبروكا هذا التوتر بعد أن جلس زياش على مقاعد البودلاء في مباراة مهمة بالدول الأوروبي مما دفعه إلى تعبيري عن استيائه بشكل عالني أكدت التقارير أن زياش أبلغ المدرب برغبته في الرحل عن الفريق وهو ما زاد من حدة الخلاف بينهما يبدو أن المدرب لا يدخل حاكم زياش دمن خطته المستقبلية للفريق مما يجعل بقاء اللاعب في تركيا أمر مستبع يحتوي عقد زياش مع نادي غرط صرير على بند ينص على تمديد العقد تلقائيا في حالة مشاركته في نسبة معينة من المباريات ومع ذلك قرر نادي عدم تفعيل هذا البند بعد الشجار الذي حدث بين اللاعب والمدرب بعد تصريحات زياش قرر المدرب إبعاد تماما من حساباته الفنية لم يعود اسم اللاعب يظهر في قوائم الفريق الرسمية مما يؤكد رغبة النادي في التخلص منها في أقرب فرصة يعود سبب الخلاف الرئيسي بين حاكم زياش وأوكمبروك إلى رغبة اللاعب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة أساسية ويشعر زياش أنه يستحق مكانا في التشكيلة الأساسية ولكن المدرب يرى أمور أخرى مع تظهر العلاقة بين اللاعب والمدرب أصبح بالمؤكد أن حاكم زياش سيغادر صفوف نادي غلط الصراي في الفترة لانتقالات الشتوية المقبلة يتوقع أن يبحث اللاعب عن فريق جديد يمنح فرصة لإثبات نفسه بشكل أفضل وأكثر أعلن نادي عجمان الإماراتي يومه لإثنين تعاقده مع المحترف المغربي عبد الحميد الصابيري على سبيل الإعراء من فيورنتين الإيطالية وكتبت الفريق الإماراتي في منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الأسد الأطلسي عيماني صانع الألعاب عبد الحميد الصابيري صاحب السبعة والعشرون عاما ينضم رسميا إلى عجمانا معارا من فيورنتين الإيطالي بدءا من نوفمبر وتألق في الكاتشيو وصنع التاريخ مع أسود الأطلس في مونديل قطر 2022 أهلا بك في عائلتنا الجدير بالدقر أن عبد الحميد الصابيري كان قد عاد إلى فيورنتين الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته للفيحة السعودي بنهاية الموسم المصرف أبدى الدولي المغربي أشرف حكيمي ارتياحه لمديره الفني لويس إنريكي مدرب بريسان جرمان الفرنسي وذلك خلال حديثه عن تطوره داخل الفريق واعتقل له مهمة قائد البن بالنيابة عن فترة الأخيرة قال اللعب خلال النطو الصحفي التي تسبق مباراة فريقه لقد منحني إنريكي المزيد من الثقة وأتا حالي الحرية التي يحتاجها كل لعب كما قدم لي العديد من الأراء في رقعة الملعب وأصبحت بالفعل لعبا أفضل تحت قيادتها عن رغبته في تولي مسؤوليات كبرى داخل النادي أورد أشرف حكيمي قائلنا لا لكن هذا العام أنا أحد النواب القائد الفريق لدي المزيد من المسؤوليات أنا أحد الأكثر اللاعبين خبرة في الفريق ولدي دور مهم أقوم به في داخل وخارج الفريق إنها مسؤولية جيدة للتولي يذكر أن إدارة نادي باريسان جرمانا كانت قد قررت في يوريوز 2023 تعيين لويس إنريكي مدربا جديدا للفريق خلفا للفرنسي كريستوف غاليجي وذلك بموجب عقد يمتد إلى عام سنة 2025 شبابا محمدية مهدد قانونيا بخسارة جميع مباريته في البطولة هذا الموسم بات فريق شبابا محمدية مهددا بخسارة جميع مباريته هذا الموسم في منافسات البطولة الاحترافية حسب المصادر الخاصة فمجموعة من اللاعب فئة الأمل لشباب المحمدية الذين التحقوا بالفريق الأول هذا الموسم وشاركوا في الجوالات الأولى من البطولة لا يملكون عقودا احترافية وهو ما يتخالف مع قوانين الدوري الاحترافي أكدت المصادر أن الندي نهضة الزمامر وقبله الجيش الملكي قاموا باعتراض ثقني خلال مواجهتهم لشبابا محمدية بدعوى إشراك الفريق الفضالي للعبين بدون عقود احترافية يضم شباب المحمدية في صبوفه سبعة لعبين فقط يملكون عقود احترافية مع الندي فيما تنص اللوائح العصبة الاحترافية على ضرورة تواجد سبع أربعة عشر لعبا يملكون عقود احترافية من أجل الترخيص الفريق بمشاركة في المنافسات البطولة البطولة